لا يتم إيمان المؤمن إلا بتوحيد الله في أسمائه وصفاته فكل أسماء الله حسنى وكل صفاته على فالله سبحانه له صفات الكمال ونعوت الجلال ومن أسمائه الحسنى الرحمن وقد ورد في سبعة وخمسين موضعا من القرآن الكريم اقترن باسم الرحيم في ستة منها والرحمن من الأسماء التي لا يجوز للمخلوق أن يتسمى بها فعن ابن عباس في قوله تعالى هل تعلم له سميا قال لم يسمى أحد الرحمن غيره والرحمن هو ذو الرحمة الشاملة التي وسعت الخلق في أرزاقهم وأسباب معاشهم ومصالحهم وعمت المؤمن والكافر فهو سبحانه ذو الرحمة الواسعة العظيمة التي وسعت كل شيء والتي كتبها للمتقين المتبعين لأنبيائه وهؤلاء لهم الرحمة المطلقة ومن عداهم فلهم نصيب منها فرحمة الله لعباده نوعان رحمة عامة وهي لجميع الخلائق بإيجادهم وتربيتهم ورزقهم وإمدادهم بالنعم والعطايا ورحمة خاصة للمؤمنين بتوفيقهم وهدايتهم والدفاع عنهم فالمؤمن بالرحمن يعلم أن كل ما قضاه رحمة حتى المصائب والآلام فهي وإن كانت مكروهة في الظاهر ففي باطنها الرحمة وفي عاقبتها الخير قال تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون والمؤمن بالرحمن يدعوه بهذا الاسم ويتوسل إليه به ويتأمل آثار رحمة الله في المخلوقات ليزداد حبا لله وإيمانا به ويقينا قال تعالى فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها فمن أراد رحمة الله فليرحم عباد الله وليحسن إليهم قال النبي صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء قال تعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين